السلام عليكم وزير الأوقاف هناك خطاب مغلوط منتشر منذ السبعينات بأن كثرة الأبناء واجب ديني ترأس اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس القومي للسكان بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والفريق كامل للوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور أشرف الصبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد جبران وزير العمل والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العمة والإحصاء والدكتور أحمد ظاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان للسكان وتنمية الأسرة والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين في الخارج والمهندسة مارجريتو صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي واللواء منارو مختار مدير الإدارة العامة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والدكتورة إلهام شهين مساعد الأمين العام لممع البحوث الإسلامية والقص أنتونيوس صبحي استشاري تطوير برامج الصحة بالكنيسة المصرية والدكتورة أميرة توادروس مدير المركز الديمغرافي لوزارة التخطيط المدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي يحظى به ملف السكان من جانب مختلف أجهزة الدولة لافتاً إلى أن تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية إنما يأتي ليعكس حجم الاهتمام بهذا الملف وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيتم من خلالها متابعة ما يتم تنفيذه من مبادرات صحية واجتماعية وثقافية وغيرها وكذا متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية هذا إلى جانب إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان مؤكداً استمرار الحكومة في بثل الجهود التي من شأنها أن تصهم في ضبط النمو السكاني والاهتمام بتطوير خصائص الشخصية المصرية وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التركيز على أن يتم تضمين المناهج التعليمية الإشارة إلى أهمية تنظيم الأسرة في هذه المرحلة لحين تحقيق التوازن مشيراً إلى أن هناك دوراً مهماً في هذا الشأن للخطاب الديني سواء في المسجد أو الكنيسة وكذلك منظمات المجتمع المدني والرسائل الإعلامية بما يصهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى تتوازن الزيادة السكانية مع ما تمتلكه الدولة من موارد موضحاً أن الكثير من الدول سعت لتحقيق ذلك ونجحت وبعدها يمكن العودة مرة أخرى المهم أن يتحقق التوازن المطلوب في هذه المرحلة كما أكد رئيس الوزراء أهمية الخطوات التي تتم لتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات وإتاحة مصادر دخل أكبر لهم حيث سيكون لها أثر إيجابي كبير في نجاح جهود تنظيم الأسرة من جانبه أشار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فلال الاجتماع إلى أن هناك خطاباً سلبياً ومغلوطاً منتشراً منذ السبعينات بأن كثرة الأبناء تعد أمراً واجباً دينياً لافتاً إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تدريب مكثف لآئمة المساجد والأوقاف وذلك حسب الترتيب التنازلي لمؤشرات الإنجاب حيث سيتم تكثيف التوعية بالمحافظات الأعلى إنجاباً بهدف توصيل ثقافة علمية وتأصيل شرعي لمعالجة قضايا الزيادة السكانية هذا إلى جانب العمل على زيادة وعي وتثقيف الرائدات الريفيات دينياً في هذا الملف لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزين ترجمة نانسي قنقر